موسيقى أعود إلى IMTV إليه فقرة نيتشر مع مارك بيروتي هلو مارك رح نحكي عن شاتلة فين أقول شاتلة؟ شاتلة موسمية مثلتو لوجي بالفرنسي بالعربي ما عمليق شو كالتلي الاسم؟ هدال أو دبق هدال أو دبق بس دبق كلمة بتاعنا كتير اشياء كمان كتيرنا بتتباسي لعنا بتدبق وهدال يعني هي مستعملة كتير بمناطق كتير عربية كمان والاسم اللاتينة؟ هل هي اسمها فيسكوم ألبوم لأنه فيسكوم لأنه هي فيسكوز يعني بالدبق والألبوم لأنه فيسكوز يعني بالدبق أوكي بالإنجليزة يعني أبيض بالإنجليزة مثلتو بالفرنسي هيدا الفكرة الجي تعرفنا علي اللي بيقرأ مثلا كتب أستيريكس مثلا هالدرويدز اللي كانوا يقصوا ويحضروا فيهم واليوم نعرف أنه يستعمل بإنتاج بعض الأدوية للقلب والسراطنات إلى آخره منلاقي بغيباتنا وين منلاقي كيف بينما وشو أهميته للطبيعة؟ يا لأول شي بس أقول أنه بالنباتات عادة في الجي وكل النباتات هالأدى هالأدى سباسيال هي لأنه لا أقف كتير مهم من دكتور مارك ديروتر هالأدى لك لأي لأنه هي الفكرة هالأ رح نحط صور ونفرجه لأنه كل شيء اللي بيعمله غير كل النباتات البقية سباسيال لدرجة أنه بقول أنه عنده أورا لكي صار عنده هالأستعمالات لكي عرس السنة ونوال بكتر هي مش قسة موسمية هي موجودة كل الوقت بس نحنا هلأ بتمبيع مشان لكي منشوفها بس الجي موجودة دايما رح حط صورة بساك بالأول لنفرجه كيف فيك تشوف الجي مسلا تكون ماشي خاصة بهذا الموسم بتقدر تشوف الجي أسرع لأنه نباتات بيكونوا تقريبا كلهم عريانين وهي إذا عليها بتبين هي عادة مش هيك هلأ إذا بحطونا الصور منشوف كمان عن شوام نحكي الفكرة من الجي هي أنه هاي النبتة عادة النباتات فيهم يكونوا أو يطلع عندهم ورق مثل كل النباتات أو يكون هنه نباتات تسميهم إبيفايتس يعني بيطلعوا على شجرتين ويعيشون عليها الجي أول شغلة عادة النباتات أو بينزلون نزول أو طلوها الجي لوحده فتح حسابه ما بيلحق ولا الضو ولا الشلش يعني ما بيلحق ولا الفوتوتروبيس ولا الجيوتروبيس فتح حسابه بيعمل بولات دايما وبعيش على الشجر غير هذا الشيء هي تقريبا واحدة النباتات الجدا قليل يلي بتقدر نفس الوقت يكون عندها وراء فيها تعمل فوتوسنتاز وتقدر تأكل تستفيد من الضوء وتعيش مية بالمية وشغلة تانية اللي فيها تعملها هي أنه تقدر بعدين تكون برازيت يعني بتقدر تفوت على قلب الشجرة وتاخد غزة شجرة بتاخد غزة وتمسلها غزة الشجرة بتاخدهم يعني عندهم قصص بتقدر تسحبهم بس هي فيها تعيش لوحدة يعني فيها تعيش لوحدة فيها تتكل على وراءة لتاخد مية بالمية بس كمان بتعمل بس ما فيها تاخد ماي من وراءة مش بس أنه ما فيها تاخد ماي هتشوف كيف لك هيدا مثلا شجرة بتشوف هون لأنه فقدة وراءة سوالقيسر مبين كيفو بوليت كله هلا عادة فيه نباتات مثلا فيهم يكونوا لنقول هكي بيطلعوا على شجر بس ما بيأزون مثل هيد الأوركيد كيف بتعيش على شجرة بس سوالقيسر ما بتأزيها لشجرة في عندك نباتات كتير هيك يعني في نباتات هنا هنا البارازايتس مثل هيم نعرفها كتير بالبنان اسمها الجعفير عم بتشوفها الجعفير ما عندها ولا ورقة بس هي بارازايت الجي هي الاتنان سوا يعني بتقدر تكون على شجرة عايشة فوق منا أدبتها لعيش على الأرض بس نفس الوقت عندها ورقة ونفس الوقت فيها تفوت على شجرة سوف أرجيك سوار هيك لتشوف كيف هول سوارتهم بسفرة بفرنسا كانوا على حور تشوف كيف بتشوف الحورة بتحسس هيك عليها بوليت كلهم هول هو جي طالع على الحور عم يستفيد منه بس مش عم يقتلهم لدرجة أنه الدي هيك ال جي سبيسيال منسمي البزر تبع أمريون يعني من أرنو للإنسانة شوي هل لم نسمي بزرع أمريون نرد كيف تكون هناك سوف تصدق هل هل نرى كيف تبدأ بتصدق سور كثير على الموضوع نرى هذه على جزعة شجرة لماذا كيف يبدأ هذه الحبة التي تجب للفاق الأبيض مئة نرد الموضوع هذه عصفور يأكل هذه البزر وهي اللي أنا اسمها بسكوز فيسكوز بالتأشط هي بيكون بيأكل مثلا هيك بتقش وتفترض واحدة منه بالغلط بتقش هيك لما نشوف السوار وبتنزل بهذا الجيل عم نشوفه على شجرة هلا أول ما هذه البزرة تعلق هون عم نشوفه كتير حلوة صورة بالأخضر الشيء من سمية السيسوار يعني هي بتقدر تخرق فيها جزع الشجرة وبتفوت لجوه بتصير تاخد الساف تبعا هايدي بتاخد وقت يعني تاخد تقريبا سنتين لتقدر تكون فاتت على قلب شجع الشجرة ببلشو أول ورقتين وبعدين شوية شوية بعد سنتين بصير تقريبا هاي البولة اللي عم نشوفها يعني نشوف قديشها سبيسيال هلا في جي فيميل لوحده وجي ميل لوحده يعني هون هم نشوف كيف عم تبلش هيدا الزكر اللي هو بيكون على بولات لواحدهم وهيدا الأنصة اللي هي بتكون هيدا زهرتها ولما نشوف البولات بيد يعني عم نحكي عن الأنصة اوكي يعني الزكر مننا ما بيعمتوش مية بني فتشوف دجا الدي سبيسيال يعني أنه نبتة عندها مثل السيسوار بيفوتوا على جزع الشجرة بتقدر تسحب السيف منها نفس الوقت بتعيش فوق نفس الوقت ما بهمها ولا الضو ولا جزع بتعمل بولات على حالها وهيدا بيخلي كمان الفور من بول بس ما كان فيها تنمى لو ما كانت على شجرة دائما بدا تنمى يعني لأنه ما في وراء وما في مغزتين ما في شغلش مية بالمية هيدا الشغلة كتير مهمة هلا بما أنه هيك يعني كانوا شوفوها كتير بالغابات على فكرة هي بتقدر تكون موجودة على تفاح بس ليش من خمسة تلاف وسبعة تلاف سنة يعني رحل لك عرفوا أنه هيدا مختلفة عن غيرها وهيدا عندها فوائد مختلفة هلا أول شي لأنه كان عندها فوائد طبية خيالية من كتير زمان يعني بس انتبه ولا مرة حدا استعمل الفواكئ دائما فوائد الطبية كانت للوراء وللجزوع لحد اليوم ببلدان حتى عربية وهيدا بيستعملوها أصلا للسحر ورح تشوف الدرويد كيف كانوا يستعملوها بالبوسيون وماجيك كلهو رح نحكي عنه بيسمم الفواكئ الفواكئ بيسمم مئة بمئة بس الوراء هو هلا حاليا حسب كتير دراسات بس أنه أنا ما بشجأ استعمل إذا لم يشتريهم الفرماسية من أهم إدوية بأوروبا مستعمل للكانسر ولأمراض القلب وللضغط تخيل قدامهم بيعطوا مننا انجيكسيون تحت الجلدين بس أنه هو يريد حكمها لكن هذه هي النبتة اللي نحكي عنها عادة هو كتير كمان تشوف قيه مثلا على وراء مثل على التفاح ومثل على الحور أقل كمان تشوفه على سندين وعلى حتى كستانا ولا شوي تشوفه على الدلب وهذا الشغلة معروفة لكي نحكي عنهم كتير حلوين كتير نحنا منعرف القيه بأسريكس إذا تشوفوا الصور هكذا عادة منعرفهم وفي هذه الصورة الكتير هي معروفين اللي بيبوسوا بعضهم تحت الجلد هذا شيء جدا معروف من تقليد لا تحت الجلد أين بلا تحت الجلد تحت الجلد 100% فشو كيف بلشت الفكرة وليك إذا كانت السؤال تجاوبك على الكتاب تحكي كان معروف أنه بالزمان كتير الدرويد كانوا إذا شاهدوا على سنديني هي شوز تريرر ما بتصير دايما كانوا يروحوا مع شرشف أبيض ومع سيرب بتكون أنار مثل المنجل بيكون ذهبة شوف إذا كانوا حلوة كانوا يقصوا هالجلد إذا قشت كل حبوب على الشرشف الأبيض ما أجه بره حبوب كانوا يقولوا هؤلاء الكلمات رح حطهم هون تشوفهم قدامنا يلي مع الوقت صاروا يعني هذه الكلمة هذه الترديسيون يلي كانوا يقولوا هذا عم تشوف أو جالة هون عم تشوفها فوق معناتها أنه القمح يفرخ هادا الفكرة إذا كانوا إذا لقوا بهذا السنة جي على سنديني وإذا بعدنا كل الجي اللي بزر تبعوهم أشط على هذا الشرشف كانت السنة ستكون حلوة مشان هك نحن لحد هلأ التقاليد بعدها أنه بيبصوا تحت المتعادل الجي وبيقولوا مشان هك بعدها في كتير ناس بتحط ببيوتها جي على رأس السنة لما نفوتها تكون يعني كأنك أنت هم تقول بدنا سنة حلوة فهيدا تقاليد كانوا يعتبروها كانوا يعتبروا أنه في أرواح هايشة بالجي لأنه هي شكلها برهم مثل الأرض وكل هالأسس هيدا الترديسيون هيك خليبت رجعنا على السنديينة إلا قليلة تشوفها أنت بدك لأ أنت تحط عندك لا بدأعرف فيك أنه شو قصتها مع السنديينة عادة عن الجي بتفضل غير شجرات مية بالمية بتفضل شجر تانيا ما بتفضل كل شيء اسمه كستانا وسنديين أنا هنا بذات العائلة ما بتشوفها ولا شوي على الدلب بتشوفها أكتر على الصفصاف على الحور على التفاح على الكرز حتى في لبنان في ناس تعملها بس هي صحية للغابة معينة لشجر معينة هاي هيدا الفكرة كلها هي من بواندو فيل زراعي يعني إذا أنا عندي تفاحها ولقي إجعاليها ما رح يخلي أنه تعطي تفاح كتير يعني بخفف الإنتاج بخفف الإنتاج بس ما بيقتل لأنه عايزها بينما حاليا كتير دراسات عم بتفرج أنه القي كتير مهم للغابات رح فارجيك كم صورة كمان هيك مأخود للغابات يلي هو أنه بيانوا دراسات أنه لما القي يكون موجود البذر طبع وكتير بيحبوه العصفير بيصيروا يجوا بيصيروا يأكلوا بذر من شجر تاني وهيك بيكتروا الغابات يعني رح خاصة للزاب وهيك غير هيدا القي معروف لما وصل على مطرح صار بأنوايا من العصفير لأنه تأكل هون عندهم وصارت ترجع على الطبيعة يعني عنده أهمية بيئية هيدا السورة رحطها هلأ كتير مهمة لأنه هيدا اللزاب حملنا حلقة حلوة 100% في عنده كتير بذر خفيف لما يكون في قي حده أو على اللزاب بيخلي أنه يجي أكتر صفير بيصير في تشانس أكتر أنه يرجع على الطبيعة الشجر عنده أهمية بيئية عالية أهمية طبية عالية الزراعيا عادة ناس الزرعة بستين بيصير في ليولا بيصير بدون يقضوا عليه بسعب يقضوا عليه لأنه جي برزيت وبيتكتر بسرعة لكن غابيت شغلة جيدة إذا لقيت من هذا شيء على شجر تفاح كرز إلى آخر بيكفت تشيلة فرجعتنا السوسوار ومعلقة بيزرق أول شيء على الشجرة كتير صعبة تشيلة أنا فيكت شيء لو ترجع برياحة لدرجة أن الأدوية التي عادة تفوت على قلب البلانت من جوة المسلمون الأدوية السيستامية لا يستطيع أن يقضوا على الجي برياحة فأكثر شيء هي المسلمية ميكانيك بتقص الجزء الجزء 100% فكتير سعب تعالج الجي إذا كان في ليبنان يحبون الجي لدرجة يزرعون على الكرز على التفاح لأن يكون المنظر حلو وهيك بس هو بضاعف الإنتاج وكتير صعب إذا عندك بستان وصار جدي مثلا نقول أنه أجعل الجي وبلش هو برازيت بالآخر بتصير صعب أكيد تقدر تعالج هذا حتى بالمثود الشيمي إذا بدأ كتير مبيضات تقدر منه هاي تقدر تعالج الجي غير أنه تتلوس وتسمم الشجرة ومحول مئة بالمئة فهذا من أساس اللي نعرفه عن الجي شو بدك نحكي بعد سنوبر بتحب ما كتير بتجي على سنوبر يعادة يعني ما بتشي كتير على الكونيفرس يعني يعني بركي مش ليك ما منشوف منها كتير بلبنان موجودة بلبنان لك موجودة بكترة موجودة بكترة بالبقاء الغربة برشية بالبقاء موجودة بكترة بمناطق مثلا بجبل لبنان ممليئة كتير كتير قليل بس لأنه صار في ناس عم بيعملوا شغلتهم يعني أنا مثلا بعرف أشخاص هن بيأخذوا البزر الگي وهن بيساعدوا أنه البزر تفوت على شجرة أو لألون أو تيقدروا يبيعوها كمان يعني لأنه الگي هلأ بين بيع وين ما كان فبس هو منه موجود يعني هو قلت لك شو بفضل بفضل الحور بفضل التفاح بفضل الصفصاف هؤلاء النباتات بفضل عادة بس موجودين في غابات هيك في لبنان وبتشوف بكترة يعني و لأنه أصلا كتير نقص لاتلي يعني كمان بصير عم بيرجع بس ما حدا يغلط بين الگي وبين أوقات بتشوفوا الخشبة سألتوا لأمارك إنه هيدا الخشبة جزء من الگي أو جزء من الشجرة الأساسية يلي هلأ عبا يعني ما رح يبين كتير ولكن مبلشي هون هيدا غصن الشجرة الأساسية صح هيدا غصن الشجرة الأساسية وهون المكان يلي هون إذا أرعب تكاميرا كتير حلو هيدا 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 كتير كبير كتير حلوة 100 100 حسنا وإن شاء الله هلجي يلي ينحط على هيدا اللي بدون يبوصوا بعدهم تحت اللي في يعطي قادات أنه بعد 12 نهار إذا ما حرقواها بتكون السنة تعييسة فكتير أخبار أنا ما فدت في هون بس ينبشوا قبل ما 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 تفوتوا بمشعبوس قبل ما تعفلوا لو نواصلين بعده ميكي ميكي ماسي كتير رح نأخذ بريك ونكمل لايف